بحث أصل كلمتنا اليوم غميظة المعاني الثلاثة أغمض عيناه المعنى الثاني التساهل المدير أغمض عيناه عن خالد خالد يدوم ولا لا منفتح المدير عيونه عليه خالد يؤدي كامل واجباته ولا لا المدير منفتح عيونه عليه إذن أغمض في اللغة العربية كما في لسان العرب يعلمنا هذا الكتاب هو اللي علمناه الإغماض هو التساهل المعنى الأول إغلاق العينين المعنى الثاني هو التساهل المعنى الثالث هو تخفيض السعر لرداءة البضاعة يعني أنت عندك بضاعة طق مطر صارت رديئة بدل ما قمت تبيعها 100 صرت تبيعها 50 غمضت عن 50 بالمئة من قيمة بضاعتك فالإغماض هو التساهل في البيع والشراء كما هو التساهل في الأمور الإدارية والاجتماعية فهل هذا له علاقة بغميضة بمعنى الحسرة والقهرة على أنك أنت ترضى شيء عندك أها توخرة وبسعر يخسرك هل هذا هو أصل كلمة غميضة عموماً أنا سألتكم يا أحبابي غميضة كلمة نساء أم رجال والآن أقرأ لكم تعليقاتكم التي أسعدتني أوه أخونا علي بداها عيب يا ربي ما أدري إذا عيب أو لا أحلى بلها فيها قطع أقوى لا بس دايماً أسمعها من النساء ولا مرة سمعت ريالي قولها شكراً أستاذة طيب يعني تحدي تحدي نقبل التحدي نشوف بس النساء غميضة اسم لعبة يلعبونها لا تعضل سارك وتكتب هاي غميضة منا غميضة أخي سلم على بي غميضة بمعنى حسافة طبعاً عيب وأكبر عيب صلحنا بس هنا للنساء فقط النساء فقط نجامل ونقول إيه ما عشي حلال عليكم الكلمة ما عشي ما قلنا غميضة عادي آه بفراس قال عادي آه بس خنة حيلي عيب آه لأن الرجل عيب يعترف بأن حيلة خانة المرأة لما تحاول أنها تنقذ طفل تشفق عليه تتعذر في خيانة حيلها لها بأن حيلها خانها أي أصبح مالها حيل والحيل هو هو الحول القدرة والتمكن فلما تشفق على مسكين وهي تعجز عن مساعدته تتعذر في أن حيلها خانها تقول خنت حيلي الرجل عيب بأن يعترف بأن حيلة خانة تحجمي الظروف هذا ما تعودناه للنسوان بس عيب يقولها عن نساء فقط والله اسم عجيب أحس اسم أصل نمساوي ما أدري بس هذا الإحساس مارك وولف جانج كلمة إسرائية thank you very much أبو عبد الرحمن جاب الخيزرانة وقام يزف عيب أدي يا أبو عبد الرحمن أدي غميظة حسافة وهي كلمة سعودية خانة حيلي كويتية فقط وهي مثل كثير كلمات كويتية ما لها معنى محدد مثل أحاتيه أحاتيه أتت من هذا الفعل الحين هذا خيط وهذا خيط تقوم تبرم الخيوط على بعض علشان تسوي لك فتيلة فتل الخيط هو فعل حتى في العربية كما في المعجم الرائد ورسالة العرب فلما الواحد يربط خيوط أفكاره وسلاسل أفكاره نصفه بأنه يحاتي أي يفكر بطريقة تعقده فنقول له ثلها ولا تحاتي أتوقع غميظة مصطلح بين النساء ماشي نشوف نكمل تمام هناك الكثير من الكلمات في اللهجة الكويتية تستخدم النساء فقط إحنا فعلا مجتمعاتنا ترمثل الثقافة اليابانية وثقافات حضارات اجتماعيا وصرهم متماسكة فلذلك المجتمع يكون دقيق في فصل الرجال على النساء المجتمعات الصحية اجتماعيا تفصل الرجال على النساء في الكلام فيخصصون كلمات نسائية ويخصصون كلمات رجالية ولا يستخدمها الرجال فتلقى كلمة جيل تكون عند الرجال وجيل تكون عند النساء ترى الكلمات من جيل لجيل يبدلون اماكنهم وراح تشوفون غميضة معناها حيف آسف هضيبة واللي يقول هذه الكلمة بس للنساء وين دليله النساء نصف المجتمع نعم هن بنات الرجال عن الشهد ومربيات الأجيال كافوا والله صادكم صادكم أخونا حيدا اللي يقولون للنساء فقط انشئوا الرمسنا افتضحنا وانسكتنا غميضة هيوى أبوي غميضة مستهجنة للرجال مثلا لكن خنت حيل يا حس عادية لكن بهالوقت قمنا نشوف البنات يقولون كلام رياهيل ويكلمون بطريقة تشبه الرجل فياليت ستتكلم عنه فياريت بالرأة أحلى آزين ما نسمعها إلا من الحريم ويمشر يا بام أوري فيهم كلمات حريم نقول أوه إله وحساب أوه أخ ومثالية قد نقولها باستوالف حريمنا الكبار للتسلي وما نقولها في أثناء حديث الرجال آه شكرا لمشاركة أخونا بعض رحمة أنا خابرة من كلمات هذه الكلمة بس النساء الرجل يقول حسافة شوفوا الحين شوفوا تأليقات آه أخونا أهلي جبا غميضة من مغاصات اللؤلؤ جنوبي لشعيبة أعجاب لكم المكان بعد وهذا دلالة إن الرجال بالماضي يقولون غميضة ما في حريم تروح الغوص حتى يسمون المغاص بهذه التسمية أي عدد شفتم شفتم السالفة الزمن أكيد ليس من عوايد الرجال استخدام عبارات تقال من قبل النساء مو ناسي سالفة تدقوست وبشر فيها وترى إحنا جيل غير يا أخونا أبو قماز إحنا سالفة غميضة انحجزت للنساء اللي قابلنا ترى غير غميضة وانبيه وزوغة واصليحة وما تعيشته كلماتها عيب الرجال اللي يقولها وشكرا عفو أشارت عليك أقولك أشان هو أقولك الله يسلمك الله يسلمك شكرا خني أقول عفو عربي بس النساء وتهبل وشعراتها ومالت يا أما الحين اخترت الحابل بالنها المواسم للشاب المضار عادي لا يعني شوان أنا أميز بيكم شوان أخليكم تتفهمون يا ربي أول شاب ما يبي شعيب وش يعني غيظة بيخلص الفيديو إذا باش رحل غميظة نفسه أمبي فأنت قيسة بنافسك هل الرجال يقول أمبي ضكنا بالزاوية الميدان ضكنا بالزاوية حكرنا بالزاوية وشوف عادي بس احنا تأودنا أنه الكلام يقولون هالحريب استعرف عادي شمال السعودية الحدود الشمارية هالكلمة بس للنس وان الرجال ما يقولون نسمع من القصيد نشوف وجهة نظر أموت على الدبل عولا غبيضة معناها يساف بمعنى ندم أعتقد تنقال من قبل الرجال والنساء آه لأنه هي الندم عامة طيب أعتقد المتعارف عليه أنت ملك ضربة فين المتعارف عليه إن فقط النساء يقولون عن كلمة بالإضافة إلى آه بالغالب النساء يقولون أوكي يتراوالي ما ترهم ما ترهم على لتغة بملاء لتغة هم بالملاء نعم الويال لأن إحنا الحريق إحنا الحريق أنت بنيها لما ننطقها بنيها لعمي بنيها حطوز لازم نمو شوشا يوزي يوزي شنو يعني هالكلمة حسام غميضة غميضة يقول هالرجال والدليل شاعر السو آه أقرأوا التعريق قال معنا أخونا العازبي والله والنعم والدليل شاعر السور سليمان الهويدي قالها ما رعينا عشبها والله غميضة يبيلها يبيلها السمع المرسل